قد يراك البعض تقياً وقد يراك آخرون مجرماً وقد يراك آخرون كذا أو كذا أو كذا لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك فلا يغرنك المادحون ولا يضرنك القادحون لأن الحقيقة تقول بل الإنسان على نفسه بصير من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة افعل الطاعة إخلاصاً لا تخلصاً وحافظ على النفل تقرباً لا تكرماً فأنت والله أحوج للطاعة وربك سبحانه غني عنها لا تجعل همك هو حب الناس فالناس قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم وتكرهك غداً وليكن همك كيف يحبك رب الناس فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك والحرام يبقى حراماً حتى ولو كان الجميع يفعله لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم فسوف تحاسب وحدك لذا استقم كما أمرت لا كما رغبت اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات فكذلك حسنات الخلوات بنجيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدر فلا تشغلك الأماكن الفارهة فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت سدر اللهم إني فوضت أمري إليك قال أحد العلماء إني أدعو الله في حاجة فإذا أعطاني إياها فرحت مرة وإذا لم يعطني إياها فرحت عشرات المرات لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغيو جميلة هي الثقة برب العباد والله يعلم وأنتم لا تعلمون تلك إجابة شافية لقولنا لماذا يحدث ذلك لي لأن الله يعلم ونحن لا نعلم خروج بعض الناس من حياتك أو دخولهم إليها رحمة من ربك رحمة لا ندركها إلا مع الوقت الأعوام تغير الكثير إنها تبدل تضاريس الجبال فكيف لا تبدل شخصيات البشر لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرد لم يأخذ منا إلا ليعطينا فاستقبلوا الأقدار بقولنا وقولكم الحمد لله كان السلف الصالح يتواصلون بثلاث كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به الأولى من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس والثانية من أصلح سريرته أصلح الله على نيته والثالثة من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته أشد أنواع الخسارة أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها اغترم الحياة فهي زالك وغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على زيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر لك اشتركوا في القناة